ويقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ في سورة الحجرات ينبوع المحبة الله جل وعلا هو الذي رزقنا هذا الحب حبَّب إلينا الإيمان كنا في سنوات السبعينات أذكر لكم لطيفة من اللطائف كان شيخنا محمد صالح النيفر رحمه الله تعالى من كبار مشايخ الزيتون يسألنا في حلقة صحب الطابع بعد العصر مَا الَّذِي جَاءَ بِكُمْ أَيُّهَا الشَّبَابِ إِلَى هُنَا تَرَكْتُمُ الْمَلَاهِ وَالْمَقَاهِي وَجَلَسْتُمْ أَمَاذَا هذا الشيخ فكنا نحتار في الجواب جئنا لننتفع منك يا سيدي يقول ولكن أجيبكم بما قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان سبحان الله ربي هو اللي ارزقنا هذه المحبة اللهم اجعل قلوبنا ينبيع محبة يا رب العالمين ويقول سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام في سورة طه وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ربي ألقى عليه المحبة حتى أن آسيا مرت الطاغ يا فرعون خذته من التبوت وأشفقت عليه وأنقذته من الموت وربي في قصر فرعون سبحان الله هذه محبة الله وقال كذلك جل من قائل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ربي سبحانه وتعالى سيأتي بقوم يحبهم وهم يبادلونه الحب ويحبون الله عز وجل وقد ختم الله تعالى عدة آيات تثبت حبه لنوعيات خاصة من الناس وصفات مميزة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين وفي آيات أخرى يحب الصابرين ويحب المتوكلين ويحب المقصطين كل هذه الصفات الطيبة يحبها الله وبالمقابل هناك آيات عديدة أخرى لا يحب الكافرين والله لا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين ولا يحب المستكبرين ولا يحب المفسدين ولا يحب الخائنين ولا يحب كل خوان كفور ولا يحب الفساد وينهى عن الفحشاء والمشاء والمنكر والبغي إذن هناك صنف إذن هناك صنف يحبهم الله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وحبه للناس كافة لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده تكون تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ولدك من فلذة كبدك وأكثر من أبيك ومن أمك والناس أجمعين في ذاك أبي وأمي وولدي ونفسي وروحي يا رسول الله اللهم صلي على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي صراحة متناهية في الصدق من سيدنا عمر قالوا نحب كل شيء يا رسول الله نحبك أكثر من كل شيء أنت أكثر من كل ما في الدنيا إلا نفسي بكل صراحة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه تحب حقيقة الإيمان يا عمر إيمانك مزال ناقص ما يكون إيمانك كامل إلا ما يكون حبك لرسول الله أكثر من نفسك التي بين جنبيك فقال عمر رضي الله عنه والذي أنزل عليك الكتاب أقسم بالله عز وجل لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر نعم ما دمت ما يستني عن نفسك إذن هذه هي حقيقة الإيمان الآن يا عمر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وعن صفوان بن قدامة قال يا رسول الله إني أحبك فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب سبحان الله تحبني؟ إذن أنت تحشر معي يوم القيامة ربي يرزقنا حب النبي حتى نحشر معه في الفردوس الأعلى إن شاء الله يوم القيامة اللهم أمين وصلي اللهم على المصطفى الكريم وعن أنس بن مالك قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال لا والذي نفسي بيده ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله قال فأنت مع من أحببت أخرجه الإمام البخاري في صحيحه فإذن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة لكن تأملوا إخواني إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت تسأل عن الساعة ماذا أعددت لها؟ ما المهم أن نعلم الساعة أنها ستقوم الآن أم بعد قرن أم بعد قرون؟ المهم أنت ماذا أعددت لها؟ قال الرجل ما أعددت لا كثير من الصلاة ولا كثير من الصيام إنما أحب الله ورسوله هذا جواب الرجل أني أحب الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت ما دمت تحب الله ورسوله ستحشر معهم يوم القيامة إن شاء الله رب يرزقنا إن شاء الله حب النبي إذن إخواني الكرام إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب لكنه لا يعطي الإيمان إلا لمن يحب فعلينا أن نتودد لله تبارك وتعالى في ساعة السحر أن يرزقنا هذا الينبوع من المحبة أن يرزقنا حب إخواننا وحب الله وحب الرسول وحلاوة الإيمان نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من المؤمنين الصادقين وجاء في الحديث القدسي الجليل قوله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فماش حاجة يتقرب بها العبد كما الفريضة ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يكثر من نوافل حتى ربي يصير محب لي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه وكان يسأل ربي يستجيب له ولئن استعاذني لأعيذنه بفضل هذه القربة من الله بالقربات بالعبادات بالنوافل يحرز على حب الله تبارك وتعالى وقيل في كتاب إحياء علوم الدين للحجة أبو حامد الغزالي إذا أحب الله عبدا ابتله فإن صبر اجتباه وإن رضي يصطفاه سبحان الله إذا أحب الله عبدا ابتله يبتليه ببعض المصائب لكي يرقيه فإن صبر اجتباه فإن صبر على هذا البلاء يصطفيه ويجتبيه ويختاره وإن رضي اصطفاه يعني صار من الصفوة هذا قول مأثور عن الإمام الغزالي ومن محبة العباد لله إذا لابد من ثمار لابد أنها تستوجب الطاعة المحب ينبغي أن يكون مطيع قال المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله في آل عمران إذن إن اتباع شرع الله وسنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لهو خير دليل على المحبة يقول الشاعر تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا العمر في القياس شنيع لو كنت صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع فالطاعة أيها الإخوة الكرام تورث الحب تورث الإيمان جاء في الحديث الشريف من غض بصره لأجل الله عوضه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه الشاب لما يغض بصره وقل المؤمنين يغض من بصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون والشاب لما تغض بصرها وقل المؤمنات يغضن من بصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلا الوجه والكفين هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يغض البصر الشاب الشابة ربي عوض في قلبه إيمان